الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دع عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرف تعين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباه على أثر إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صلاة الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودع إليه وسلم تسليما ثم أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أرحل في بداية هذه الحلقة بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات وقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن الإيمان وشرف الإيمان وثمرات الإيمان وكيف نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن شجرة أطيب من الشجرة الطيبة وهي شجرة التقوى ونتكلم عن شرف التقوى وثمرات التقوى فأخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها واغتر الناس بظاهر الدنيا وزينتها وغفلوا غفلة شنيعة عن الآخرة وما أعده الله عز وجل للمتقين ويقول إمام الغزلي في التقوى يقول التقوى كأنه كنز لو ظفرت به فكم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وفوز عظيم فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل فنحن في هذه الحلقة التي تليها بإذن الله تعالى نتكلم عن التقوى كما تكلمنا عن الإيمان والتقوى في الشك هي أعلى درجة من الإيمان وقد قلنا أن الإيمان يعني درجة عظيمة وأن الله جل نفع عن أعراب بني أسأل الإيمان قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وكما رقح شيخ الإسلام تيمية أنهم لم يكونوا منافقين ولكن الإنسان في الظاهر يستسلم لشرع الله عز وجل والإسلام على نية إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة والحج والعمرة والجهاد كل هذا من الإسلام أعمال جوارح فإذا أكثر العبد من هذه الأعمال وتعهد شجرة الإيمان في قلبه تنمو شجرة الإيمان وترتفع ردبته من الإسلام إلى الإيمان ثم لو اجتهد أكثر فإنه يصل إلى الدرجة العالية وهي درجة الإحسان ودرجة التقوى وقالوا في تعريف التقوى هي أن يأخذ الإنسان وخايته من عقاب الله عز وجل فأحيانا تضاف التقوى إلى الله واتقوا الله يعني غضبه وصخطه وعذابه وأحيانا يأتي التحذير من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين مكان العذاب ومكان الصخط وأحيانا زمان الصخط واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والعلماء اختلفت تعبيراتهم عن التقوى وإن كانت جميعا تدور على شيء واحد فقد قال ابن القيم رحمه الله بأن التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا يعني أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الإيمان بالله عز وجل وانتظار الأجل عند الله عز وجل كما قال تعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام لية الخضر إيمانا واحتسابا فده تعريف ابن القيم للتقوى هناك تعريفات أخرى كثيرة منها طلق ابن حبيب لما قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى قال وما التقوى أي فتنة وأي خلاف بين الناس لو استعمل الناس تقوى الله عز وجل لأطفئت هذه الفتنة فسئل وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فهذا التعريف موافق لتعريف ابن القيم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله على إيمان وبصيرة وعلم ترجو ثواب الله وهو الاحتساب الاحتساب إنسان ينتظر الأجر عند الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف وعقاب الله وقال بعضهم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل وقال بعضهم التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك وقال بعضهم التقوى هي علم القلب قرب الرب علم القلب قرب الرب أن تستشعر قرب الله عز وجل منك الله عز وجل خريب فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه والسماوات لا تقله ولا تضله فوق كل شيء أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء ولا يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء فاستشعر هذا القرب هو تخوى الله عز وجل أن تستشعر أن الله عز وجل خريب فليس من كان في قصر الملك وعلى بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان والإحسان يعني هو التقوى لأن الدرجة إلى عليها الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك فهذه هي التقوى أن تعبد الله على المشاهدة كأنك ترى ما في الشك أن اللي يعبد الله عز وجل كأنه يراه لابد أنه يأتي بالطعاط على وجهها والواجبات على وجهها وأن يترك المحرمات ولذلك لما سئل جنيد بما يستعان به على غض البصر قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره يعني قبل أن تنظر النظر المحرمة تستشعر أن الله عز وجل ينظر إليك لعبادة على المشاهدة كان ابن عمر في الطواف فخطب رجل يعني ابنته فقال كنه فلم يرد عليه ابن عمر واعتذر له بعد ذلك وقال كن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا كأننا ننظر إلى الله عز وجل فهذه درجة التقوى أو درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى لمنزلة عالية جدا قال فإن لم تكن من أهل هذه المنزلة العالية جدا فهناك منزلة تقرب إليها وهي قريبة منها أن تعبد الله وأنت تعتقد أن الله عز وجل يراك فالتقوى هي استشعار قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك يروى أن رجلا خرج في ليلة مظلمة فإذا هو بجريه كأنه علم علم يعني شيء مرتفع فراودها عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب فقالت فأين مكوكبها فالرجل لا يرى إلا الكواكب ولكنه يغفل عن نظر الله عز وجل إليه وكانت الجارية تستشعر هذا النظر فقالت فأين مكوكبها أين من خلق هذه الكواكب كان الإمام أحمد ينشد يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبه فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب قيل أيضا في تعريف التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى إنسان يترك المعاصي المحرمة والشهوات المحرمة لما يخشى من عقوبة الله عز وجل وعذاب الله عز وجل أيضا في تعريفات التقوى سئل أبو هريرة عن التقوى فقال هل مشيت في أرض ذات شوك فقال نعم فقال ما تفعل فقال أتجاوزها أو أقصر عنها فقال ذاك التقوى ونظمه ابن المعتمر فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر فالتقوى للإنسان يترك الأشياء الصغيرة والكبيرة لأنها أعلى درجات الإيمان فهذه بعض تعريفات العلماء والصلاحين وطبعا أفضل تعريف لها تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك كيف تعرف أنك تتقل الله عز وجل يعني إذا مشيت في طريق مثلا وهذا طريق خال من المرة وليس معك أحد يعني إنسان قد يغض بصره لله عز وجل وقد يغض بصره لغير الله هو يغض بصره لكن ليس إلا تكون معه زوجته معه يعني أخوه معه شيخه فتمر امرأة متبرجة فهو يغض بصره ليس إلا ولكن من أجل الحياة من زوجته أو من أخيه أو من شيخه نقول يعني افرض أنك تمر في هذا الطريق وليس معك أحد وليس مع المرأة أحد لأنه قد يكون معه أيضا زوجها أو أخوها فأنت تستحي من زوجها ولكن افرض أن المرأة وحدها وأنت وحدك بطريق خال فإذا استطعت أن تغض بصرك فأنت تغض بصرك لله عز وجل ولذلك يعني قالوا يعني استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشراتك يعني إنسان لو ماشي مثلا مع أحد المشايخ أو أحد العلماء ومرت امرأة متبرجة ويستحي من الشيخ أن ينظر إلى هذه المرأة وهو بحضرة الشيخ فلا تجعل الله عز وجل أهوى الناظرين إليك فإذا كنت تغض بصرك ليس هناك يعني دافع لذلك إلا مراقبة الله عز وجل فأنت بذلك تغض بصرك لله عز وجل وأنت من أهل التقوى الملات الكبيرة وهذه البضائع معروضة وقد يدخل أحد مثلا خائن أو سارق لو لأنه يعرف أن هناك كاميرات مراقبة في كل مكان وأنه لو تجرأ على أغذ شيء دون أن يدفع ثمنه فهو متعرض للعقوبة وفضيحة وقد يقدم إلى الشرطة فهو يعني يترك الخيانة والسرقة لأنه يعلم أن هناك مراقبة فالتقوى أن تستشعر مراقبة الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويطلع على سر أمر العبد وعلانيته فإذا كنت فعلا إذا خلو تتق الله عز وجل فأنت بذلك تتق الله عز وجل ولكن قد يتقي الله عز وجل الإنسان يعني يترك المعاصية في العلن ولكن إذا خلو اشترأ على معاصي الله عز وجل فهو إنما يتقي الناس ولا يتقي الله عز وجل وقد نصح الثوري بن أبي ذئب فقال إن اتقيت الله كفاك الناس وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا فالإنسان يتقي الله عز وجل والله يكفيه الناس وإذا اتقى الناس لم يغنوا عنه من الله عز وجل شيئا التقوى كما أشرت أنفا يعني زي كنز عزيز يعني تجد فيه كل خير وكل سعادة في الدنيا وفيه الآخرة دل على شرف التقوى أمور الأمر الأول أن الله عز وجل أوصى بالتقوى الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله فالله عز وجل أعلم بالناس وهو أعلم أحد بالناس وهو أعلم بما يصلحهم فلما أوصى الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل علم أن التقوى هي الغاية لأن الله عز وجل أوصى بها جميع الخلق ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله التقوى كذلك هي وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته لما بعض الأمة موعظة بريغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنة قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل المودع دائما بيستفرغ وصع فيه النصيحة فلما وعد الصحابة هذه الموعظة البليغة قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنة قال أوصيكم بتقوى الله وقال اتقل محارم تكن أعبد الناس وقال اتقل الله حيثما كنت وأدبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل التقوى لنفسه ويقول اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نصح الأمة بتقوى الله عز وجل بل جميع الأنبياء السابقين نصحوا بتقوى الله عز وجل كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم شعيب لماذا لم يقل هنا أخوهم لأن عاد ثمود نسبهم إلى القبيلة إلى أبيهم وإلى اسم القبيلة فناسب أن يقول أخوهم لأنهم أخوهم في النسب ولكن الأيكة هي الصنم الذي كان يعبده أهل مدين لهم قوم شعيب فلما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين نسبهم إلى الصنم ولذلك لم يناسب أن يقول أخاهم فقال إذ قال لهم شعيب ألا تتكون ورسلهم أنصح الناس للناس وأعلم الناس بما يصلحهم فلذلك أيضا وصوا بتقوى الله عز وجل التقوى أيضا هي وصية الصالح من سلف هذه الأمة الكرام فمن ذلك أباكر صديق الخليفة الأول لما استخلف قال أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة والإلحافة بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكان أباكر صديق يوصي بتقوى الله عز وجل ولما استخلف عمر أول موصة عمر قال اتخل لها يا عمر وأيضا عمر بن عبد العجيز كان يقول عليكم بتقوى الله فإنه لا يقبل غيرها ولا يثاب يعني إلا عليها وإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل كل ناصح وكل وعد يقول اتخوى الله ولكن الذين يعملون فعلا بتقوى الله عز وجل هم قليل قال فإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل وأرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له عليك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أضمرت وأزيا ما أظهرت وأحسن ما أضخرت فالتقوى شيء عزيز جدا وإذلك سلف الأمة الذين هم يعني أنصح الأمة للأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كان يوصون بتقوى الله عز وجل التقوى كذلك هو أجمل لباس يتزين به العباد ولذلك الله عز وجل لما تمنن على بني آدم بما جعله لهم من اللباس الذي واري السوقات والرياش الذي يتجملون به دلهم على أحسن لباس ولباس التقوى فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوقاتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير هذا متكريم الله عز وجل لبني آدم فتجد الإنسان مصطور العورة الله عز وجل شرع لهم الملابس التي تداري السوقات والعورات والرياش الذي يتجملون به ولكن هل ترى البهائم؟ أعزاكم الله يعني إلا مكشوفة السوقات وإذلك نقول بأن العري والتبرج وإظهار السوقات والعورات ليس حضارة وليس ارتفاعا وليس مدنية بل هو انحطاط وسفول وحيوانية وشهوانية لأن البهائم هي التي تكشف سوقاتها أما تكريم الله عز وجل لبني آدم فقد جعل لهم ما يسترون به السوقات والعورات وما يتجملون به فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير كما قال أول عتاهية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصي لأن الملابس في الدنيا تستر سوقات البدن في الدنيا أما لباس التقوى يستر إنسان في الدنيا والآخرة فلا يفضح في الدنيا ولا يفضح في عرصات القيامة إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فأجمل لباس هو لباس التقوى كذلك أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا ثم دل على أحسن الزاد وهو زاد الدنيا والآخرة فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب قالوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل يمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون لسفرهم ويقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا ثم يسألون الناس فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا ثم نبه على أحسن الزاد وهو زاد الدنيا والآخرة فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب أهل التقوى هم أكرم الناس بشهادة الله عز وجل وشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس بالنسب وليس بالجاه وليس بالشهرة وليس بالمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل نفس الميزان ونفس المخياس قال أتقاهم لله عز وجل وانظروا يعني إلى سلمان لم يكن يعني عربيا فضلا عن أن يكون قراشيا والنفس السلام روي عنه أنه قال سلمان من أهل البيت وكان سلمان يقول أب الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي فهو كان فارسيا لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قراشيا ومع ذلك ارتفع بالإسلام وعلى بالإسلام أما أبو لهب كان قراشيا وكان عربيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حق تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب فكان قراشيا وكان عربيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أب لهبي فالإسلام رفع سلمان وصار كأنه من أهل البيت وقد وضع الكفر الشريف أب لهبي الذي هو من أشرف قبيلة وهي يعني قريش فالإنسان يتفع بتقوى الله عز وجل كذلك أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والولايه المحبة والنصرة فكما أن أهل التقوى أحبوا الله عز وجل ونصروا دين الله عز وجل أحبهم الله عز وجل ونصرهم الله عز وجل واتخذهم يعني أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لشرف التقوى كذلك أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على ما يخلف التقوى فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذه يعني لمحة سريعة عن شرف التقوى يبقى الكلام عن ثمرات التقوى ما هي ثمرات التقوى؟ التقوى لا ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الأخيرة ثمرات عاجلة أي في الدنيا وثمرات آجلة يعني يوم القيامة وفي الجنة فما هي الثمرات العاجلة؟ من الثمرات العجلة من يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يضيق الأمر على المؤمن من كل وجه بل الله يجعل له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تجي المؤمن يأتي مال يعني دون أن يشعر الرزق مش بس مال قد يكون رزق علما أو يكون محبة للخلق أو يكون يعني زوجة صالحة أو الرزق صديق يعني صدوق ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب من الثمرات العجلة يعني كذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى سنة متوجه الأمر يتيسر له هذا الأمر إن كان فيه خيرا أما الذي يعني لا يتق الله عز وجل تتعصر عليه أموره ويصعب عليه أن يصل إلى ما يسلحه وما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة كذلك من ثمرات التقوى العلم النافع واتقوا الله ويعلمكم الله فإنسان إذا راد أن يتعلم العلم النافع يتق الله عز وجل الصوفية بيستدلون بهذه الآية على حصول العلم اللدني وآتيناه لدن علم ويقولون عن أهل السنة أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت يعني كأن أهل السنة يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان ولكن هم يأخذون مباشرة عن الله عز وجل وقال بعضهم أنتم تأخذون عن عبد الرزاق يعني الصنعاني شيخ البخاري ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق وطبعا يعني ليس لهم حق في الاستدلال بهذه الآية لأن الله جل قال واتقوا الله ويعلمكم وإنسان سلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع فما في السبيل العلم إلا بالتعلم إنما العلم بالتعلم فإذا أردت أن تكون علما تجلس عند أقدام العلماء والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فلاود من التعلم في السبيل تاني إن الإنسان يقول كما تقول الصفية حدثني قلبي عن رب يعني هذه وساوس الشياطين الإنسان يعني كأنه يدعي النبوة أنه بيأخذون بشرة عن الله عز وجل ولا حاجة له إلى دعوة الرسل فنقول يعني وهم يستدلون طبعا بخصة الخضر وموسى ويعتقدون بأن الخضر أفضل من موسى وأن الخضر كان وليا وموسى كان نبيا وهم عندهم يعني يقولون مقام النبوة في برزق فويق الرسول ودون الولي فيعتقدون بأن الرسل أدنى الناس منزلة ثم الأنبياء ثم الأولياء يعني قلب الآية كما يقولون كما أيضا تعتقد الشيعة قباحهم الله بأن الأئمة الإثنى عشر في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ونبي مرسل يعتقدون أن الأئمة الإثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء و جميع الرسل ولكن نحن كآل سنة و جماعة نقول بأن أفضل نسهم الرسل و طبعا هذا الموافق للعقل و النقل لأن الله جل لا يختار نبيا إلا من الأولياء الولي هو الذي ينشغل بطاعة الله عز وجل و يتولى الله جل فالله جل لا يختار نبيا من أعدائه ولكن من أوليائه فلا بد أن يكون نبي وليا ولا بد أن يكون رسول نبيا ووليا فأعلى درجات درجات الرسالة و كما قال السفريني و لا تنالوا ردبة النبوة بالكسب و التهذيب و الفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشى من خلقي إلى الأجل فالإنسان يجتهد يصير علما يصير عابدا يصير زاهدا ولكن هل يجتهد فيصير نبيا أو يصير رسولا فهذه يعني وهبية و ليست كسبية و ختم الأنبياء و ختم الرسل بسيد الأولين و الآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا دليل للصفية في الاستدلال بها هذه الآية و اتقوا الله و يعلمكم الله على حصول العلم لدني بل ما فيش طريق للتعلم إلا من طريق الرسل و الأخذ من العلماء كذلك قالوا في الثمرات العاجلة للتقوى أنها سبب للنور يعني في قلب المؤمن الذي يعرف به دقائق الأمور و يفرق بين البدعة و السنة و الهدى و الضلال كما قال تعالى انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئتي فالله عز وجل يجعل للمؤمن نور في قلبه بتقوى الله عز وجل يميز به بين دقائق الأمور و يعرف البدعة من السنة و الهدى من الضلال من فوائد التقوى العاجلة يعني أيضا معية الله عز وجل و اتقوا الله و اعلموا أن الله مع المتقين اللي يا معية النصة إن اللهم على الذين اتقوا و الذين هم محسنون هذه معية النصة و التأييد و قبول الدعاء و الحفظ بخلاف المعية العامة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سيد المعية العامة لا تستوجب الحذر و الخوف من الله عز وجل بلى من أوفى بعهده و اتقى فإن الله يحب المتقين فالتقوى أيضا سبب لمحبة الله عز وجل لكل الإيمان سبب للمحبة و التقوى هي أعلى درجات الإيمان فأيضا من ثمرات التقوى في الدنيا إنها سبب لمحبة الله عز وجل من الثمرات العجلة أيضا لتقوى الله يعني عز وجل حفظ من كيد الأعداء و إن تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فمع الصبر و التقوى لا يضر كيد العدو الله عز وجل يحفظ المؤمن بصبره و تقوى لله عز وجل من الثمرات العجلة أيضا أن الله عز وجل يحفظ الزرية بتقوى الأباء و ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ترية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا ده التأمين الرباني من شركات مص الدماء التي تستولي على أموال الناس و تزعم أنها تحفظ الأولاد لا الحفظ الحقيقي يعني هو بتقوى الله عز وجل و ذلك في قصة الخضر و موسى يعني لما أقام الخضر للجدار قال و كان أبوهما صالحا فحفظ الأولاد بصلاح الأباء و كان سعيد مسيب يقول لابنه لا يزيدن في صلاة من أجلك و جاء أن أحفظ فيك الزرية الضعاف قالوا بنات و قيل يعني ضعفي أنا صغار يعني إنسان يعني إذا أراد أن يحفظ الله عز وجل ذريته فهو يتق الله عز وجل و ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا أيضا من ثمرات التقوى العاجلة النجاة من عذاب الدنيا و طبعا من عذاب الأخيرة كما سنبين في الثمرات العاجلة كما قال عز وجل و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم الله عز وجل بعذاب الهون بما كانوا يكسبون لما استحبوا العمى على الهدى الله عز وجل أخذهم بالعذاب قال و نجينا الذين أمنوا و كانوا يتقون فالذي نجي أهل الإيمان هو تقواهم لله عز وجل و لذلك العذاب اللي نزل على ثمود و على ينعاد و على قوم لوط و قوم نوح إنما هو بسبب يعني معاصيهم و أنجى الله عز وجل رسل الكرام و أتبعهم من المؤمنين فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذناهم بعذاب الهون بما كانوا يكسبون و نجينا الذين أمنوا و كانوا يتقون أيضا من الثمرات العاجلة في الدنيا ما يجعله الله عز وجل لأهل التقوى من المهابة و من الشرف و من الرفع كما قال حجاج بن أرطاه قتلني حب الشرف شرف يعني الرفع و الارتثاع في الدنيا فقال له صور أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت و في ذلك قيل إنما التقوى هي العز و الكرم و حبك للدنيا هو الذل و السقم و ليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى و إن حاك أو حجم فحاك يعني اشتغل حائكا هو الخياط أو حجم اشتغل يعني حجاما فيقول ألا إنما التقوى هي العز و الكرم و حبك للدنيا هو الذل و السقم و ليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى و إن حاك أو حجم فالتقوى هي سبب الشرف و الرفع في الدنيا و المهابة في الدنيا كذلك يقول مراء الإمام مالك يدع الجواب ولا يراجع هيبة و السائلون نواكس الأثقاني نور الوقاري و عز سلطان التقى فهو المهيب و ليس ذا سلطاني و هوش أمير ولا خليفة و لكن له يعني من المهابة يعني كانوا يجلسون أمام الإمام مالك لا يستطيع أحد أن يشير إلى أحد و لا يعني أن يقول له قال فلان خلاف يعني ما قلت كانوا يجلسون كأن عرصيم الطير مع أنه كان يعني عالما و لكنه يعني هو نجم السنن و عالم المدينة فيدعوا الجواب ولا يراجع هيبة و السائلون نواكس الأثقاني نور الوقاري و عز سلطان التقى فهو المهيب و ليس ذا سلطاني من الثمرات العجلة أيضا في الدنيا أن الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين كما يقول أبو الضرداء حكيم الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حبذ نوم الأكياس و فطرهم أكياس يعني العقلاء كيف يغبنون به قيام الحمقى و صومهم و الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين فالمؤمن المتقب يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق الجاهل على قيامه كما يقولون كم من قائم محروم و كم من نائم مرحوم هذا قام و قلبه كان فاجرا و هذا نام و قلبه كان عامرا فإنسان يقوم الليل و يدلي بعمله و يعجب بعمله و يمنع الله جل و على عباد الله فهذا لا يؤجر يعني كما يؤجر يعني من ينام على السنة و استقبل القبلة بواجه و يضع خده تحت كفة و تحت خد الأيمن و يستقبل القبلة واجه و يقول بسمك اللهم ربي و ضعت جنبي و بك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها و إن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين و ينام على نية صالحة كما قال المعاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني كما يقوم الليل و أحتسب يعني أنتظر الأجر عند الله عز وجل فأنا أيضا أحتسب نومتي لأنه ينام و يحتسب الأجر عند الله عز وجل ينوي أن يقوم من آخر الليل أو يقوم لصلاة الفجر و أذكار الصباح فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه فقالوا كم من قائم محروم و كم من نائم مرحوم هذا قام و قلبه كان فاجرا و هذا نام و قلبه كان عمرا من لي بمثل سيرك المدللي تسير ويدا و تجيء في الأولي فالمؤمن يسير بقلبه و بهمته و بنيته الإمام بن القيم يقول بأن الرجلين يكونان في صف واحد و خلف إمام واحد يكبران بتكبيره و يسلمان بتسليمه و ما بين صلاتيهما إلا كما بين السماء و الأرض فلأن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجل فكلما كان القلب لي بتقوى الله عز وجل كما كان الصحابة رضي الله يعني عنهم فيزداد الأجر فالذر من صاحب تقوى أفضل من أمثال جبال عبادة من المغترين فنقول الظر من صاحب تقوى أفضل من أمثال جبال عبادة من المغترين و هذا الكلام يكتب بماء الذهب بل أغلى من ماء الذهب فهذه جملة يعني من الثمرات العجلة يعني نرجعها سريعا و نأجل الثمرات العجلة للحلقة المقبلة من ذلك يعني الرزق من حيث لا يحتسب و أن يجعل الله عز وجل من كل ضيق يعني فرجة و كلها من مخرجة تيسير الأمور حصول العلم النافع إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا نور في قلب المؤمن إن جاء من عذاب الدنيا التأمين الرباني و ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا الحفظ من كيد الأعداء حصول العلم والتقوا الله و يعلمكم الله كذلك الهيبة والشرف و كذلك الأجور العظيمة التي ينالها أهل التقوى لأن الظر من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين و نؤجل الثمرات العجلة للتقوى للحلقة المقبلة عن الوقت انتهى أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و صلى الله و سلم و بركه على محمد و على آله و صحبه سلام و تسليم